اهلا بكم مشاهدينا العزاء من استوديو المنزل معكم احمد صبحي في حلقة جديدة من برنامج مع الحكيم كما نرصد الوضع في غرب افريقيا بعد تفشي وباء جديد هناك اكثر تدميرا من كورونا وذلك مع ضيفي من لندن دكتور هاني البنة استشاري علم الامراض رئيس المنتدى الانساني والمنتدى الخيري الاسلامي والناشط في اعمال الاغاثة في افريقيا والبلاد النامية ومعنا من لندن دكتور هاني البنة استشاري علم الامراض رئيس المنتدى الانساني والمنتدى الخيري الاسلامي والناشط في اعمال الاغاثة في افريقيا والبلاد النامية أهلا وسهلا دكتور هاني نبدأ معك من حيث انتهينا وفي البداية ما هي خطورة تفشي وباقي بولا في أفريقيا في ظل جائحة كورونا المتفشية حاليا في كل العالم هو جائحة كورونا المتفشية شلت العمل في كل الدول المتقدمة من أمريكا في أقصى الغرب إلى السويت في أقصى الشمال إلى جنوب أفريقيا إلى الصين وأوقفت كل وسائل للتواصل للطيران والمواصلات في كل هذه الدول وبين هذه الدول طبعا ودي دول تعتبر دول عظمى ومتقدمة وجندت كل إمكانياتها للتصدي لهذه الجائحة في خلال الأربعة أو خمسة أشهر الماضية فما بالك أن تأتي هذه الجائحة مع جائحة أخرى للإيبولا والكورونا لبلاد أولا هي فقيرة ما فيهاش بنية تحتية ما فيهاش أنظمة صحية واعية ما فيهاش وعي وبعد أن تعتمد على العمالة اليدوية كل يوم يعني لا تستطيع أن تقول للمواطنين في أفريقيا أعودوا في بيوتكم ما تشتغلوه لأنهم بيعملوا باليوم كمزارعين وتجار وعمال وكذا 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 إلى آخرين فكل هذه الأشياء تعتبر يعني خطرين في نفس الوقت خطر الإيبولا مع خطر الكورونا بيؤدي إلى حدوث حتى في بعض المناطق دي زي الكونغو الديموقراطية في أسراعات مصلحة منذ أكثر من ثلاثين أربعين سنة بعد استخدارها عام عام ١٢٦١ في أكثر من سبعين مؤسسة عسكرية بتحارب بعضها البعض ويعني بتؤدي إلى يعني مات حوالي في الحرب الأهلية هناك مالية كلها عن خمسة ونص مليون نسمة في خلال هذه الفترة في الفترة المسلحة. فمناظر اللي مثل هذه الدول كان في الصحرات الأفريقية في أربع أفريقيا في وسط أفريقيا في جنوب أفريقيا حتى بلاد زي وسط أفريقيا لجمهورية وسط أفريقيا كل دول دي زي بتحتاج إلى أجهزة صحية وبلاد وبنى تحتها قوية هي أصلا مش موجودة حاليا فالخطورة جدا نحن نشكر منظمة الصحة العالمية أنها بدأت تتوجه وترفع الخطر في الكونغو الديموقتية لكن أفريقيا كقارة تعاني من تفشي أمراض غير عادية ليس فقط الإبولة ولا ليس فقط اللي هو الكورونا في أمراض أخرى في أفريقيا كذكرتها من نظمة الصحة العالمية في أماكن مختلفة زي الجامرة الخبيثة وحمى الضنك وأنفلونزا التيور وفيروس إيبولة طبعا كاربنا عنه والكونغو وحمى الكونغو النزافية والتهاب الكبد والعدو بفيروس هندرا والأنفلونزا وحمى لاسا والفيروس يعني أشياء وحمى الصفرة والملاريا والحسبة وحمى الأرانب والإيز والجودري شوف كل الحاجات دي موجودة في أفريقيا مصنفة هناك في أفريقيا في دول كثيرة جدا في أفريقيا مع عدم موجودة البنية التحتية القوية لتستطيع نتعام مع هذه الأمراض. طيب دكتور يعني لو تصف لنا الوضع الصحي في أفريقيا ومدى قدرة الأنظمة الصحية هناك على التصدي لوباء إيبولا في ظل أيضا ربما الصعوبة والتحدي في التصدي لوباء كورونا. أنا أديك مثلا عن مرض الإيدز في تنمات دكتور كونغو أديك مثلا عن مرض الإيدز كيف نوع من أخطر الأمراض اللي بتنتشر للأسباب التالية. أول حاجة حركة النازحين. يعني فيه نازحين عشان المصادمات العسكرية. وفيه لاجئين ما بين الحدود والدول لبعضها. دي نمرة واحدة. فيه الجنود اللي هم ايه اللي بيحربوا بعضهم البعض. فالحركة دي كلها بتؤدي الى انتشار أي مرض. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين في في تكلفة عالية جدا لنقل الدم. فبالتالي ما بيقدروش ما استطيعوش انهم ينقلوا الدم. في قلة المسابعات في قلة متابعات وستشارات طبية. نمرة ثلاثة. نمرة اربعة في قلة مراكز الكشف عن الامراض دي كلها في الكونجو. فيه عدم القدرة على اللي هو عمل اختبارات على المواطنين. اه نمرة الخمسة او ستة دي تفشي يعني اللي هو اه بيوت الدعارة والنساء اللي بامتهنوا مهنة الايه اللي هي الدعارة والاخير اللي هو الكونجو اللي هو بتكلمه الواقع ذلك. هذه بس في نقطة اللي بتاعة الايدز. هذا يتطبق على كل اغلب الدول الافريقية الفقيرة اللي عندهاش نظام صحي يستطيع انه هو يتابع ويمنع وينزم مثل هذه الاعمال. يعني مثلا اربعين في المية من اللي بيزوروا العيادات والمستشفات كل يوم في الكونجو وبالك من مرضى المالاريا. يعني دي المالاريا بقى دي مصيبة اخرى. يعني عدد نسبة عدد مصابين في الكونجو من المالاريا حداشر في المية من نسبة المصابين في الصحراء الافريقية كلها. فتخيل يعني بلد زي الكونجو فيها الايدز. وفيها الاوبولا. وفيها الكورونا. وفيها المالاريا. وفيها الميزلز يعني ايه اللي هي الحصبة. الحصبة اعلى معدل اصابة الحصبة في العالم موجودة في الكونجو الديمقراطية. اللي هي كمان تلتمية تسعة وستين الف وخمسمائة وعشرين. مصاب. اعلى معدل في العالم كله. فلما تنزل لمثل هذا يعني لو احنا اخذنا الكونجو الديمقراطية كحالة دراسة. دي بتنتبق على اماكن مختلفة جدا. ماذا بعد الكونجو. عندك بوتسوانا. عندك لسوتو. عندك موزمبيك. عندك زمبابيك. عندك زنبيا. عندك النيجة. كل هذه الاشياء. فكلهم بيعانوا من نفس النقص الحاد في المواد الطبية. وفي نفس الوقت بيعانوا من ضعف البنية الاساسية للدولة. ده الضعف البنية الاساسية للقطاع الصحي. طيب اه تجاوب منظمة الصحة العالمية. وارسال خمسين اه موظفا الى الكونجو حيث تفشي وبقي بولا هناك. مع تفشي اه اه كورونا. اه اه ما دور اه هؤلاء الموظفين اه في هذه المهمة. هم دايما الموظفين بروح يعملوا بعض الدراسات. يعني زي ما يسمى احنا الاندوم في كذا مكان يعني مختبرية كده في اماكن مختلفة. عشان يطلعوا اه دراسة اه رفعوا حالة وقع الحال في داخل اه سواء كان في داخل الكونجو او في اي دورة في العالم. الامر ده بيتحول لدراسة والدراسة بتحول ايه لمشاريع والمشاريع بتحول ايه? لامكانيات تستطيع نظمة الصحة العالمية انها تحصل عليها من بعض الدور المنحة او بعض الشركات اللي هي الادوية اللي بتعمل ايه المصل واللقاح في مثل هذه الاماكن. طبعا فيه احنا ما احنا فيه دور احنا ما اتكلمش يا استاذ احمد يا دكتور احمد ان هو دور مؤسسات مجتمع المدني ودور مؤسسات الانسانية في العالم. لابد يكون لها دور مهم جدا جدا جدا. انها تتعاون مع بعضها البعض وتعلن عن هذه الجوائح سواء كان في القونجو ولا في موزنبيق ولا في زنبابيو ولا في ملاوة لإلى ان هناك في موت بطيء لا يعرف عنه احد دون ان نجد اسباب لهذا الموت. طيب طيب يا دكتور اه يعني كيف اثر وباء وانتشار وباء كورونا على الوضع الصحي في افريقيا في ظل المعاناة من انتشار كثير من الاوباء والفيروسات كما تقول وحتى الان لم يتم السيطرة على اغلبها. هو المشكلة في افريقيا مع مع ضعف البنية التحتية ان الناس مش عارفة الناس بتموت من ايه. يعني انا ادربك المسأل عندي لما كنت بقى اشتغل في في التشريح تشريح الجوست يعني. اه عملت دراسة على حوالي متين وعشرين او متين وثلاثين جوست انا شرحت لهم. وانا في بريطانيا وانا في برمينجهام وانا في مستشفى تعليمي. لقيت اللي فيه تلاتين في المية من التشخيص الخطأ لقابل الموت وبعد الموت. يعني معناها ايه? يعني مسلا انت قلت الطبيب قال الشخص مات من كزا كزا كزا. لما انا شرحت الجوست دي. لقيت اني فيه المية من التشخيص ده خطأ. معناها كده معناها اتخيل بقى ان دي كن في افريقيا. الناس مش عارفة هي بتموت من ايه? هي بتموت وخاص مالاريا ولا ايبولا ولا غيره مش واضح. اه خلاص. فلزلك عدم قدرتنا على معرفة سبب الموت ده خطيرة جدا جدا. في مش في افريقيا بس مسلا في بلاد كتيرة جدا في الشرق الاوسط في شمال افريقيا في كل هذه الدول ان لم نستطيع ان نجد السبب الحقيقي من خلال اللي هو التشريح الجزدي. مش هنعرف السبب الحقي لايه? للموت. طيب اه الدكتور اه الان اه يعني وباقي بولا هذه المرة العاشرة تقريبا ليعود للانتشار اه من جديد في غرب افريقيا وفي نفس المنطقة تحديدا. اه برأيك ما الاسباب ولماذا لم يتم حتى الان ايجاد لقاح او علاج لهذا الفيروس بالرغم من اه ما شاهدنا من وجود امكانية لانتاج لقاح لفيروس كورونا في خلال ستة اشهر او اقل من عام كما نسمع الان. انا مش عايز ان بطهب انها قضية سياسية وقضية شركات اللي هي الادوية اللي هتستفيد من ايه وما تستفيدش ايه? وضح لنا وضح لنا دكتور مهما كان التوضيح نريد انها. اعم. التضخيم الاعلامي لكورونا غير عادي. يعني في خلال ستة اشهر من ديسمبر الى يونيو سبع اشهر الوقتي اللي ماتوا من الكورونا ما لايقل ايه اه اربعمائة الف او اكتر او اقل. عدد مصابين عدد اربعة مليون خلاص. وعدد ايه عدد مصابين اربعة. مليون. ها? ستة مليون? وصلت ستة مليون? انا اقول لك بقى حاجة اه اسهد بكتير جدا. عدد الجوعة في العالم تمنمية واحد وعشرين مليون. عدد من يموته كل ثانية يموت شخص في كل ثانية. يعني في السنة يموت حوالي تلاتة وتلاتين لخمسة وتلاتين مليون شخص. وعلاج الجوع هو الاكل. مش مصر مش لقاح وادوية ومصارية. يعني ما ننظر مثلا يوقع الخوف والترويع وغلاق المطارات وغلاق المصانع قد يكون هناك اسباب سياسية واسباب اقتصادية تضرب هذه المجتمعات. لأكتر مجتمعات هتتأثر للمجتمعات الغير منتجة. المجتمعات الفقيرة. مجتمعات اللي هي بتعتمر على الاستيراد وباللغم من ان فيه كمية فائدة من الانتاج الغذائي اللي ان هذا الانتاج الغذائي لن يستطيع ان يصل لمسة هذي الدول ليه? لان المجال الجوع مغلق والمجال البحلي مغلق والمجال البري مغلق. فمن مصر مثل هذي الاشياء هل احنا بنستغل الايبولا لمكاسب اقتصادية وسياسية لبعض الدول او بعض الشركات الكورونا. الكورونا قزك يا دكتور. الكورونا قزك يا دكتور. لقولك انا قاسم. لان احنا دلوقتي ايه? الدول المؤسسات العمراقة والمؤسسات والشركات العابرة القرارات هي بتتحكم في سياسات الدول الان. لما تلاقي مسل سواء كانت يا مؤسسات اقتصادية. انا لدي استفسار في هذا الامر. يعني قد يكون هذا في اتجاه نظرية المؤامرة ان هناك من يستفيد من موضوع الكورونا بشكل او باخر. ولكن هل يمكن ان ننظر للموضوع بزاوية اخرى? نعم. بحيث نقول ان الفيروسات بالفعل موجودة. موجودة نعم. وايبولا دليل انها تضرب افريقيا اكثر من مرة والملاريا كذلك موجودة. نعم. ولكن الاهتمام بكورونا جاء لانها اصابت وضربت في مقتل الدول المتقدمة. لذلك وجدنا هذا التحرك. نعم نعم. انا 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 فنظري انا حاطف نظريتين قدامي. عارف ان فيه مرض وعارف ان فيه فيروس وعارف ان فيه مرضى. مفيش مشكلة فيها. فلابد ان نعليقها ونتعامل معها. لكن في نفس الوقت انا مش حق عن ذكري اللي هو الاستفادة اللي بتسفيدنا بعض الدوائر السياسية والاقتصادية والطبية اللي بتتكسب من مثل هذه الجوائح. لان حاليا الذي يتحكم في سياسة الدول في العالم هي الشركات. وليس المؤسسات. لذلك في اي دولة في العالم فيه تلات مؤسسات كبرى. الحكومة والقطاع المدني ومؤسسات اللي هي التجارية او رجال الاعمال. فلو ما كانش مؤسسات القطاع المدني قوية عشان تراقب الاداء الحكومة مع العمل اللي هو رجال الاعمال هتفصل الدولة ويحصل ما نحن نشوف دي لنظريات مؤمرة. لان رجال الاعمال فقط ينزلون المكاسبهم. مكاسبهم الشخصية ويقلل منهم القليل جدا منهم 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 من ينزل للمجتمع ايه على انه شريك بالعكس هو يرز من فتات في المجتمع ويستفيد من المجتمع في نفس الوقت. فانا احط النظرياتين قدامي. لا اغفل ان في مرض اتعامل معه. وانتشار هذا المرض في هذه البلاد المتقدمة. هو الذي حفز على هذا التحرك والاغلاق. يعني لو كانت الايبولة مثلا وصلت الى اوروبا بهذا الشكل. وصلت الى امريكا. كنا سنجد نفس الاجراءات العزل والحجر المنزلي ووقف الطيران. اليس كذلك? نعم. ام انه بما انه في افريقيا فقط ومعزول في افريقيا فتغلق افريقيا او البلاد الافريقية المصابة فقط. فلذلك انا ذكرت لك كمية الامراض الفتاكة اللي موجودة في افريقيا وعلاجها سهل جدا وليها امصال ولقاحات وما زالت موجودة الى الان. ويكفي مثل الجوع يا دكتور هاني. الجوع هذا مصيبة. يعني كل خمس ثواني بابنو الطفل. طيب انا اريد ان اعود لموضوع الوباء نفسه وتفشي ايبولة في افريقيا. برأيك يا دكتور لو بالفعل حدث او تفاقم هذا التفشي للايبولة في افريقيا وفي المرات القادمة في السنوات الماضية عندما تفشى بدءا من جنوب افريقيا من الكنغو الديمقراطية عفوا تفشى منه الى بلاد اخرى الى عدة بلدان اخرى سيرليون وليبيريا وغيرها وكان هناك تخوف من ان ينتشر الى بقية العالم. ولكن الان في ظل كورونا ما الخطورة من تفشي هذا الوباء وماذا لو خرج عن السيطرة كيف يمكن ان يتضرر المجتمع الدولي والدولي الاخرى. هو انا بس مش عايز نخش في المؤمرة مرة تانية. هو افريقيا بالنسبة للمجتمع الدولي هي ارض خصبة. ارض خصبة لموارد طبيعية. يعني ولما انا كلمنك على مدى الصروات اللي موجودة في الكونغو مش هتصدق. بس لده مش 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 معرض حديثنا اليوم. افريقيا تستغل استغلال غير شريف من كل الشركات العملاقة والعزمة علشان ايه? اخذ المواد الخام سواء كان الدهب ولا الانماز ولا اليورانيوم ولا النحاس ولا الاصدير ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا الى اخير. فده فده المشكلة. الرجل الافريقي في تاريخ العالم هو عبد. انا بتكلم منتهى الصراحة. ليس رجل ذو حيسية. ليس امرأة ذات حيسية. والاسف. وقد يكون في بعض العرب زي حالتنا بينزولوا نفس النظرية الدونية دي للبشرة الصمراء. ودي فعلا يعني افريقيا عنصرية خطيرة وبغيدة. يعني في كتير جدا من اللقاءات كنت اناعب مع بعض الناس الاوروبيين والامريكان. يقولون عمر الافريقيا ما هيستطيعون انهم يافرج لهم لانهم دايما يعني يعني تابعين وليس مطبوعين. او لماذا? لابد ان يمكنهم وانمكنهم في مجتمعاتهم كي يستطيعهم ان يكونوا قواء قادة وليسوا تابعين. دي دي نظرة عند كتير جدا من الدول العظمى للشعب الافريقي انه شعب كسلان انه شعب مريض انه شعب في فساد ان كزا ان كزا ان كزا وفي نفس الوقت احنا نفسنا بنسلك كل هذه المقدرات اللي موجودة في هذه الشعوب. نرجع مرة اخرى. لو اتنين ميشي مع بعض خطير جدا. لان المنطقة اللي احنا بنتكلم عنها هي منطقة ما فيهاش بنية تحتية قوية داخل الدولة ثم بنية صحية ثم بنية معملية وابحاثة الى اخرى اخرى. وفي نفس الوقت هتحتاج منظمة منظمة الصحة العالمية او المؤسسات الانسانية اللي اشتغلها هناك. يكون عندها امكانيات. الامكانيات يا دكتور احمد. الناس لالوقتي بتتبرع لايه? تتبرع لليمن. ومحتاجة اليمن. تتبرع لسوريا. ومحتاجة سوريا. تتبرع لكل هذه. لكن افريقيا يتبرعولها ليه? ويتبرعول ليه? فالانسان دلوقتي يوزن الجائحة في في عند الافارقة. يختلف عن الناحية الكارثة اللي هي الموجودة في اليمن او سوريا او فحتى معيار التبرع داخل الام المتحدة بيقول لك دي قضية انا مرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة عشرة. ومسلا كنت تكون قضية لانه راح الكورونا. فيه تمييز. فيه تمييز. اه. حتى فيه النظر الى القضايا اه حسب الدولة. اه. بعدين فكمان بتتغير كل شوية. يعني بتتغير كل شوية. بيقول لك مسلا كان في يوم الايام وسط افريقيا. جمهورية وسط افريقيا. اتشالت وان بالرغم من جمهورية وسط افريقيا الى الان الى الان الى الان تحتاج كل ما تستطيع انك تعطيه لها من احتياجات. وهكذا. فالتصنيف اللي بيحصل ده بيبقى على مزاج الايه اعضاء الامم المتحدة المانحين. المانحين. يعني كان فيه مؤتمر عن اليمن من يومين. وبعدين في بعض المانحين ما حضرهوش. فتبع المؤتمر يمكن يكون يعني ما ما اتاش استمار المرجوة احقيقاها. فباردك بتتخبط. وعلى ذكر المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية دكتور اني. يعني حتى منظمة الصحة العالمية اه يشوفوها كثير من الشكوك والتخبط. وكنا ذكرنا خبر في بداية هذه الحلقة عن تراجعها اه في وقف تجارب على دواء الهايدروكسي كلوروكين. وهذا الدواء هو دواء الملاريا. وآآ ينظر اليه انه دواء رخيص التمن متوفر بالدول الافريقية وفي كل مكان. والشكوك قالت يعني ان هذا وقف هذا الدواء ربما يكون لصالح ادوية اخرى ولشركات اخرى اغلى. وعلى كل حال ثابتت آآ يعني آآ فشل او آآ ثابتة ان هذه الدراسة آآ كانت في غير محلها وشبه كثير من الاعجاج وبالتالي تراجعت منظمة الصحة العالمية. مطلع. آآ سياسة المنظمة في الادوية واللقاحات سواء في الوضع الحالي نحو كورونا وايضا اتجاه افرقيا كيف ترى؟ هو قد ترتبط السياسة بالمانح. انتهى الخطورة يعني. يعني قد مسلا في مانح معين انا حديكي بس ما تتكلمش عن كزا. فمسلا انا كنت حاضي مؤتمر من سنتين مش هذكر اللي اسم الدولة اللي كان موجودة فيه ايه? المانح اللي بيأتي للناس هو المانح اللي بيتعمل الناس ما ينفعش. وبينها قفله كأمين عامل للأمم التحدة. انا حديك مسلا في دوة تانية في مدغشكة. اكتشفوه. اسمه الشاي السحري. الشاي السحري. الشاي السحري. عارف معمول ايه? معمول من الشيح. عارف انت الشيح. حاجة بسيطة جدا بتعمل. وبعدين بعض العشب بيوتعمل. يعني لم تتبناها المنظمة. مم. لماذا? انه قد يكون قد يكون. انا مش حقش بالنظرية الممرة. قد تكون الشركات المنتجة للامصار واللقاحات اللي لا تريد لهذا ان يرى موضع النور. ورخيص. ومتنفر. يعني انا شخصيا في رمضان. كنت كل يوم عالفتار باكل ايه? نص بصلة. نية. امضغها وعد عاية كده وعنية تنزل ومناخيري تنزل وبتاعتها. لان انا عارف ان في البصل وفي التوم جزء جديد جدا من تكويت المناعة جسدية. مع معدلات شكل التوم لان ريحته صعبة يعني على الاهل. في حبوب في تابلت. لا لا انا انا اصلا بحب بحب القلم. وانه عشان هو بيغسل لي مناخيري بيغسل لي اللي هو الجهاز التنفسي من فوق. فلما تنزل لمسا هاي اللي اشياء اللي موجودة في المتنوقع يعني مثلا انت الفلاحين في مصر الزمان كان بيقول لك فعل بصل وجبني قريش. وحتة خبزة. وينزل قبل الفجر ولا بعد الفجر يقعد لزغات الدهرية وبسم الله ما شاء الله يحطي ايده في الحيطة يكسرها. اللي بيبني جهاز المناعة. فكل النباتات اللي بتبني جهاز ما دعم موجودة ومتوفرة في افريقيا. لكن من يتبنىها ديك بيه بقى. اللي لم تتبنى يبقى فينى نظرية مؤامرة. لكن الناس عايشين. نعم. اخيرا دكتور لديك الوقت بما انك تحدثت عن مصر ومصر ربما تشهد الآن ذروة في تفشي وباء كورونا. فما النصائح التي تقدمها سواء على المستوى الحكومي او المستوى الشعبي للناس. هو في اي دولة في العالم لابد يكون في مستوى عالي من الشفافية. ببالك انا عندي كم اصابة? عندي الف عندي عشر عندي عشرين. مع عدم اخافة الناس. دي نعمر واحد. لابد يكون فيه اجراءات احترازية. يعني الكمامة تسبح قانون. تسبح قانون. ببالك. ليه لان انت عندك اسواق مقتزة بالناس كل اليوم. اه ارشاد الناس في ركوب القطارات. طبعا اه اه في ركوب اللي هو الاوتوباسات الى اخيري. حتى في التسوق. في الدخول مثلا للاشياء. دي ما تلقتها. التباعد المجتمعي يعني الى الان التباعد المجتمعي هنا هو يعني تعتبر هنا شبه قانون. يعني لو حد شافك ماشي جنبه يعني اقل من مترين بيقولك كلا ابعد عني. خلاص في الشارع يعني وانت مش مثلا في مكان مغلق. فما بقى لك بقى لما تحصل فقط اللي هو الموالد والاحتفالات واللي كزا واللي كزا واللي كزا. فالناس عايزة تعرف ان الامر الامر التاني ان انت اماكن العزل تكون كثيرة. ويكون فيها امكانيات. اقل شيء في الامكانيات اللي هو التمريض. والنظافة. والحاجات الاساسية اللي هي اجهزة التنفس او اللي هو المياه او او الى اخير. كل هذه الاشياء لابد مع الشفافية. يعني بدون شفافية لن نستطيع ان نعرف كم من المواطنين مصابين. وبالتالي سنتشر المرض او لو بقى بين ناس اخرين دون ان نعلم انهم مصابين او غير مصابين. دكتور هاني البنة اشكرك جزيل الشكر دكتور هاني البنة استشاري علم الامراض رئيس المنتدى الانساني والمنتدى الخيري الاسلامي والناشط في اعمال الاغاثة في افريقيا والبلاد اه النامية. كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك. شكرا 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 سلام عليكم. عيد مبارك عليكم. عيد سعيد عليكم. كذلك اشكر مشاهدينا وكل المتابعين وضمتم بصحة واترككم في امان الله.